ضعيها على التجعيد هتختفي فورا مكعبات التلج الكورية لو عمرك ستين سنة لبشرة بقى ملمسها زي ملمس الزجاج في أسبوع بشرتك هتبقى مجدودة ومتوهجة عندك مسامات واسعة قولي ما دعا للمسامات الوسعة تنظيف بقى عميك كده للمسامات دي تفتيح البشرة في أسبوع عايزة قولك هتصغارك ستين سنة عندك علامات شيخوخة عندك تجعيد قولي ودعا لي التجعيد وخطوط الرفيعة عندك حبوب أو بشرتك مش بيضاء أو منصفية أو ما فيهاش نضارة بجد الوصفة دي جبارة أول حاجة كده هنحتاج القلب بتاع المكعبات وحنجيب ظهرة قلب نفسك هنبدأ كده إن إحنا نقطعها من العود اللي تحت ده علشان نعرف إن إحنا نحطها كويس في القلب بتاعنا بصوا بقى ظهرة البنفسك دي اتعلم ما قولكم بتعمل إيه من أقوى الحاجات اللي بتعالج علامات الشيخوخة بتبقى عند العطار رخيصة جدا مش غالية ولكن ليها قدرة غير طبيعية لما بنستخدمها على البارد مع التلج في محاربة علامات الشيخوخة والقضاء على التجاعد من أكتر الحاجات اللي هتديكي نضارة وهتنظف المسامات وهتورد بشرتك وتخلي بشرتك كده مجدودة متواهجة هو زهرة قلب نفسك بجد رهيبة فأنا هنا هوزحها زي ما انتوا شايفين كده في الآلب صلوا بقى على رسول الله وشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد بعد كده هنجيب الليفندر وبجد بقى الليفندر من أكتر الحاجات اللي بتهدي البشرة بتخلي البشرة هادية جدا 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 حتى لو انت بشرتك حساسة في الصيف أو في الحر ولي ودعا للحبوب لأن ليه نزة كده وليه خاصائص يعني فعالة ومزايا فعالة في ان هو ليه كده عجيبة في تقليل الحبوب في الوش والوجه والوجه والجسم عموما وفعلا بيقلل من الحبوب دي جدا جدا وليه كده بقى يعني جبارة في ان هو بيخفي كمان أثر الحبوب أما بالنسبة للكوميل وظهرت البابونج على فكرة الحاجات دي بتبقى عند العطار رخيصة جدا فأنا برضو أحط فوق الليفاندر وظهرت البنافسج ظهرت البابونج ظهرت البابونج دي بقى من أكتر الحاجات اللي البشرة تتميز بأن البشرة بتشربها بكل سهولة بتمتصها من أكتر الحاجات اللي بتتغلغل كده جوا البشرة وجوا الخلايا وجوا المسامات وبتنظفها من أي حاجة فيها بتقتل البكتيريا وليه كدرة غير طبيعية في تهديئة البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة يعني ظهرت البابونج دي لو عندك ستين سنة حرفيا هتصغرك عايزة أقول لكم بقى بتعالج التصبغات الجلدية عندك تصبغات بقى بشرتك مرهقة دي هتديك نضارة وهتقضي على التصبغات بالنسبة بقى الزر الورد فالزر الورد ده من أكتر الحاجات اللي هتديك توريد لبشرتك وهتحفز الكولاجين في البشرة فهيديك بشرة ممتلئة يعني معروف إن الزر الورد لما بنستخدمه مع البابونج فهو بيملأ الخدود شوية أو بيملأ الوش أو المناطق اللي احنا بنستخدمه لها لإنه هو بيحفز الكولاجين جدا فبيديك كده بشرة ممتلئة تمام الحاجات دي بقى بتعمل ايه بتقلل المسامات الواسعة دي خالص هنجيب بعد كده طبق كده أو أي كباية وهنحط ربع كباية من مية الورد بتنسوش تصالوا على رسول الله لو أول مرة تشوفوني أنا مامة سولة إسراء فتح السكتشن شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا واكتبوا لي في الكومنتات انتو بتشوفوني أو بتشوفوا الفيديو من أي بلد أو من أي دولة فكرة جديدة ورهيبة وان شاء الله تعجبكوا جدا هنجيب بقى ربع كباية من المية وهنضيفها المية الورد وهنقلبهم كويس بجد الفكرة دي فكرة رهيبة شفتها عند وحدة كورية ولكن لما جربتها أنا اندهشت عجبتني بطريقة انتو متى تخيلوهاش بعد كده قلبت مية الورد مع المية العادية وبدأت كده إن أنا أضيفها لي الورود المجففة بتاعتنا الوصفة دي بقى هتصغرك وتخليك جميلة الجمالات لو انت بنوطع وعندك مشاكل في بشرتك بشرتك بقى مش فتحة مش بيضة أو بيضة ولكن بهتانة فدي بقى هتقديلك على الإجهاد اللي في بشرتك على البهتان لإنه هتدي نظرة لبشرتك وتفتيح بقى عايز أقول لكم المكعبات دي يتلاها قدرة فعالة إن هي تشد التجعيد وتشد الترهولات اللي في الجسم هي مش للواجه بس على فكرة تنفع جمال للمناطق الغم أو الحساسة في جسمنا وعايز أقول لكم بقى كمان إن هي لها قدرة غير طبعية إن هي تفتح لك أي منطقة في جسمك في أقل من 6 أيام لو بتخرجي بقى كل يوم في الشمس كمان فقولي ودع للتصبغات الجلدية لإن هي هتوحد لون بشرتك بدهر المعلقة كده وهبدأ أضغط على الهروض علشان تنغامس كده في المياه بتاعتنا وتطلع معانا مزبوطة كمية اللي انت هتعمليها دي أنا مثلا عاملة الكمية دي على حسب بقى ما أنت عاملة ممكن تعمل معايا 18 يوم 16 يوم على حسب استخدامك بعد كده بقى المفروض إن إحنا بناخدها وندخلها الفريزر أقل حاجة 8 ساعات مش أقل من 8 ساعات بالزبط وبجد فكرة بمليون جنيه فعلا هتشد التجايد أنت بقى بتشتري السيروم بتشتري كريمات بتشتري حاجات غالية إنتي هتقولي ودعا لكل الحاجات بجد رحيتها حلوة أوي والفترة اللي إحنا بنسيبها إن هي تتجمد فيها على البارد فإنتي بتاخد كل الزيوت وكل الفوائد اللي في المكونات دي وعلشان كده لون المية تغير ده من غير ما نغليها من غير ما نفقد الفوائد بتاعتها بصتوك جمال اللون اللي مكعبات بقت عاملة إزاي خدت كل الفوائد حرفيا اللي في الظهور بتاعتنا دي بقى إحنا بنمشيها كده زي ما شفته في أول الفيديو على وشنا فحرقات دائرية يا إما الصبح يا إما قبل النوم مباشرة وعلى أي منطقة في جسمك حابة تفتحيها أول حاجة هي بتقلل المسام الوسعة اللي بيكون شكلها مش لطيف وبتبقى بقى معبية حاجات مش لطيفة خالص تاني حاجة بتطلع كل الحاجات اللي في المسام الوسعة تالت حاجة بتسد المسام دي تبتديك بقى بشرة زجاجية كده نعمة جدا 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 هتخلصك من الحبوب اللي بتظهر في فصل السيف ومن أثر الحبوب هتخلصك من التصبغات الجلدية والكلف والنمش مش بس كده لو انت عندك ندبات فهتخلصك من الندبات لأنها بتحفز الكولاجين فبتملق البشرة انت كبيرة بقى في السن فهي حتشد التجعيد شد مهما كبرتي في السن وانت بتستخدم المكعبات دي دايما هتحس ان انت في عمر 20 سنة بدون إبر نضارة بدون فيلر بدون بوتكس بدون أي حاجة من الحاجات دي حرفيا هتديك توحيد للون بشرتك وكل اللي حيشوفك حيسألك عن جمال بشرتك ما تنسيش تشير الفيديو وتبعتيله لينك الفيديو أو تبعتيلها لينك الفيديو علشان تحصلوا على بشرة زجاجية قبشرة الكوريات نعمة جدا جدا بيضاء خالية من العيوب شيروا الفيديو لو حسين ان انت استفدتوا وأسفع على الإطالة وشير على قد ما تقدروا بتنسوش كومنت حلو ولايك وتكتبوا اللي بتشوفوني منين وجربوها وإن شاء الله تعجبكوا جدا لبشرة نظرة ونعمة